بالمناسبة حضرتك كنت بدأت كلامك بتقولها انا اتنشر مقاتل في نادي الزمال طبعا هل انت كده ده يعني ان انت ضد القيمة ولا مع فكرة القيمة ولا مع موسى رئيس انا خطت الانتخابات في الدورة اللي فاتت عشان اكتسب خبرة وهي خبرة كيف تدير الانتخابات والناس كنت بتستغرب انت مش معلق بانر ليه وانت مش نازل الانتخابات ليه طب انت نازل ليه انا راجل يعني سيستي يعني راجل صاحب منهج فانا كان كل مرة بدير الانتخابات معه مرة مع الدكتور كمال دوريش او مع الزمال اللي احنا اتزاملنا معهم لكن المرة دي كان لازم اكتسب خبرة انك ازاي تدير وانت الهد او الرئيس ومن هنا لما اكتسبت الخبرة دي عوص محمد اخدت قرار ان انا مش اشكل ايما غير في الاسبوع الاخير لانه الانتخابات في النازل زمالك لا تحسم الا في الايه في الاسبوع الاخير لانه الاعضاء بتسبح بابين هذا وذاك ودي خصة يعني مكنش باخد لبالي منها انت مقتنع اصلا بحاجة اسمها ايما وش ايما وش ايما بوصة فاندي انا حاقتنع باللي قالته اللايحة اللايحة قالت ترشيح ما قالتش قوي فا اه اه يعني مسلا يعني خلينا بس يعني طالما حضاك دغوصنا في الموضوع القائمة طب انا اه يعني قلت من اول يوم ان الاساس هاني العتال حسم المعركة حسن؟ 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 اوكي حسن مقعد نائم من اليوم الاول من اليوم ما اقدم على الترشح على منصب دي شمانة؟ نعم نعم لي بقى ودي مسؤولية حتى على الاساس هاني يعني الاساس هاني عتال حسب معلوماتي وملامستي للحج مجدي من سنة 2005 لما يعني احنا متلامسين مع بعض هو متواصل مع الجامعية العمومية سواء كان في مجلس الادارة او خار المجلس الادارة متواصل بانتظام في كل طول الوقت يعني وناجح اجتماعيا تماما لانه يعني بيلامس الشعور الطيب لدى عضو الجامعية العمومية ويحترمه خلي باكم الحقيق اللفظ ده ويحترمه تمام؟ فالاحترام المتبادل ده خلى فيه علاقات وثيقة ومترقمة بين المستاذ هاني وبين العضو النادي ولذلك يعني الندوة بتاعته النهاردة خير برهان ندوة العمالة المستاذ هاني اللي عدتال النهاردة في نادي الزمالك خير برهان على انه دي شعبية المستاذ هاني ولذلك فيه ده بس بيحمله مسئولية بقى من ليه رحضة عاق بتتكلم عليها دي بين عندنا متيريال للنادي ولا اه بتحمله مسئولية دي لانه الجامعية العمومية تصق في الأستاذ هاني عدتال فمطلوب منك وانت النهاردة بتحسم المارسل الانتخابات في القامة الأخيرة انك تضع امام العضو الجامعية العمومية من يصلح لان يكون عضا في الكتيبة التي تنتمي اليها كنائب لانه النهاردة المجموعة اللي هتنجح بإذن الله في الجامعية العمومية من اختيرات الجامعية العمومية هي دي اللي هتتحمل العبء الأكبر على المرحلة الفاصلة والتاريخية في نادي الزمالك فالأستاذ هاني عليه دور تنويري لانه هناك أستاذ محمد للأسف وانا بقول الكلمة دي من أسف لانه مجموعة رجال الأعمال الموجودة استخدامت المال استخدام عنيف داخل نادي الزمالك هي يعني الحمد لله أعفتنا من تجار الانتخابات للأمانة يعني من تجار الانتخابات بالكامل كلهم اتجهوا نحية الأيما التي ينتم إليها مجموعة رجال الأعمال لكن في النهاية الاستخدام العنيف للمال والسيطرة الكاملة على الإعلانات انت عارف حظك حبينا نعمل إعلانات في الأود دور الشركة التي تملك هزا رفضت ياه ها ودي من الحاجات المفاجئة بالنسبة لي ها بنت حاولين في الأرية بتاعت النجم حاولين ها نعمل في الأود دور رفضوا لك لا احنا مقفولين على قائمة رجال الأعمال ازاي بقى هزاي بقول الحظك كده منضب الحاجات الغريبة جدا ولذلك أنا يعني بقى متعجبا أمام هزي المقولة واخبر رحنا نعمل إعلانات اللي هي المضيئة المتحركة الشركة المتحدة التي تملك هزي الأود دور لك في القول اللي هو بتقل حوالين رفضت رفضت تماما والتي الإعلانات مغلقة على ودف مدار هم ممكن حجزوا فاندم لا الأود دور السابت حاجة والمتحرك اللي هو اللي هي الحاجات الإعلانات المضيئة المتحركة دي حضرتك تستوعب مع العدد كبير جدا فانت بتلوم على أي إن مرشح يبنازل يحجر على مرشح آخر في الحصول ده قيل لنا والله أعلم والعهد عراوي إنه من شروطهم إنه ما يتدخلش قوائم مرشحين تاني في الإعلانات دي ده أمر أبرو برضو كل حاكم ده يعني بس أنا بتكلم أنت مش متوقع كده خلص لا خلص إنه توصل القصة للمرحلة دي اللي جانة الإلكترونية المأجورة الموجودة على السوشيال ميديا أنا لم أرى في حياتي مثل هذا لم أرى في حياتي عياتك ها لم أرى في حياتي مثل هذا لم أرى في حياتي وانا مستغرب اللي بيحصل ده كل ده جريب جدا ومستغرب بس ده استخدام يعني استخدام غير سوي للمال طب انت بتصرف الماءات الماليين دي ليه يعني ده سؤال حتى بسأله الجمعية العمومية بتسأله ولذلك الجمعية العمومية النهاردة من كتر ملسقتهم لتجار العملية الانتخابية ومعروفين بالاسم هو حركة ناسا يعني عدد محدود اللي بي ملازم ليهم اللي هما بيمشوهم اللي هما القصة اللي انت حضاك عارفها دي تجار وسامسرة الانتخابات فجمعية العمومية بتفرس كواس جده فشافت النوعية دي طب انتوا تصرفوا ليه مئات الماليين ده يعني انتوا عايزين ايه من نتزة مالك وبدأ يحصل عزوف من أعضاء الجمعية العمومية لأنه خاف لأنه دلوقتي حضاك القطعات تفع مئات الفلوس للأجهزة الرياضية والقطعات والأعضاء الرجل ده فيه ناس من السمسرة دولة بياخد 200 ألف جديه في الاربعين يوم يعني اليوم واقف عليه بخمس سلاف جنيه ايه عمي ده ليه خير كم واحد من دولة عشرات والأجهزة من الدفع المبالغ يعني بعض الأجهزة من 150 إلى 200 ألف جنيه عشان أجهزة الرياضية عشان أولياء الأمور يتن التنديد ومندى بالمجبوعة ليه ليه ده كله ليه ليه عشرات الملايين دي ومئات الملايين دي ولذلك يعني أنا مستغرب الموقف ده رجال الأعمال كلهم محترمين إلا ما رحم ربي بس عشان يعني ما نعممش هذا نرجع بقى للجزء اللي هو ما زال عند رأيي أن الأستاذ هاني العتال وقد حسم مقعد نائب 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 رئيس نائب رئيس مجلس داتنا الزمالي عليه أنه يضع مجموعة من الخبرات في المرسل الأخير عشان المفترة اللي جاية دي عايزين استقرار داخل نائب زمالي لأنه هناك مجموعة متصادمة من رجال الأعمال حتى وإن كان تصادما عنيفا غير مرئي لكن واضح ومقروق للناس كلها اللي بتقرس سياسة وعارفوا جدا أنه في بعض من الناس دي جو يعني عندها رغبة في التصادم فإحنا عايزين نطلع بمجلس إدارة متجانس مش فرضا لأحد على أحد قدر من أننا نتبه بمجموعة متجانسة ولذلك لما حملتوا هذه المسؤولية حملتها لقدام ربنا وقدام أعضاء النادي عندنا في ناتز زمالك ومسؤولية تاريخية اللي هيحدد نتيجة شعبيته الجارفة ونتيجة حب الأعضاء ليه وملمستهم ليه هو اللي هيقدر يزبط بصلة الطريق القويم الصائب لنادز زمالك نرجع بقى حلوك نستكمل الجبالك بتاعة سيادتك لما بصينا فندم لنادز زمالك بقى كلمة عن محافظات وكلمة عن كتوبر وكلمة عن كتوبر نيجي بقى حلوك ليه لوب الموضوع طب إيه الأزمات اللي اتعرض لها الزمالك أزمات مالية مصطنعة بمعنى إيه مش مصطنعة عشان بس اللي هي عدم عدم وجود إدارة رشيدة لإدارة موارد النادي فأنا مطلوب مني إن أنا يبقى عندي إدارتين أهم إدارتين في مؤسسة نادي الزمالك وهي إدارة الاستثمار وإدارة التسوين لابد أن يكون الإدارتين دولة المجموعات الموجودة فيهم يا أستاذ محمد متخصصين متخصصة professional ناس على مستوى تفكر لمصلحة النادي الزمالك تستخدم تاريخ نادي الزمالك لم يستخدم اسم نادي الزمالك لاستخدام الأمثل حتى هذه اللحظة أنت شايف كده لأنه الإسم الكبير ده اللي من 1111 وإحنا في 2023 أكثر من 112-13 سنة حتى هذه اللحظة البراند ده لم يستخدم الاستخدام الأمثل ولذلك إدارة التسويق إدارة السمار مهمة جدا وضع نظام لنادي الزمالك مش مرتبط بأجندة انتقامية زي اللي بتنادي بيها المجموعة رجال الأعمال أنا مش احنا مش في تصادم مع أحد انتهى المجلس السابق انتهى خلاص احنا دلوقتي حضرتك مش جايين نصفي حسابات لأنه لو صفينا حسابات هنتعطل في وقت دي وفي الظرف تاريخ شديد تقاعد بناء سريع وتشتغلوا العجلة للعمل ودائما بقول لهم يا أخوان ناخدوا بالكم نيلس الماندلة في جنوب أفريقيا حبس اعتقال 27 سنة بمجرد ما خرج لم ينتقم والنظام العنصري والنهاردة شوف جنوب أفريقيا فين وبقت فين في الوضع الاقتصادي ناخد من هذا ونبني عليه يبقى أنا خلاص الجامعة العمومية هي صاحبة القرار في الاختيار وهي صاحبة القرار في التقييم خلينا نبصوا للمستقبل إحنا اللي جايين نصف حسابات مع موظفين موظفين في حالة هلع يعني اللي بس فيهم الطمأنينة وجودهم السيد هاني العتال وتعاملوا معهم أنا متلامس مع الموظفين بعض الأعضاء جاي لهم حالة من الحلق الناديجة الناس هتفتكر أنا متفقين على الكلام ده لا بالمرة لا لا خالص بالمرة أنا هقول لحالك على حاجة السيد هاني العتال التقيته في نادي الزمالك لا لا خالص لا يا فندم لا يا فندم معلش أنا أقاطعك في هذا أنا السيد هاني العتال حاجة مجد العتال بقاله سنوات ما لم أتوصل معه ويمكن أنا بلوم نفس إن أنا متوصلتش معه تمام يعني الرجل ما حملوش أكتر من الضمالك السيد هاني العتال التقيته مرة مرتين جوه النادي سلام هو والمجموعة بتاعته اللي كنت تتحدث من قلبك كذا أنا فندم أنا عندي مجموعة بتدرس وبتتلامس مع الأعضاء ومع الموظفين جوه النادي عشان لما أجا تكلم أو أضع بتصور يبقى مبني على حقائق وأرقام تمام فالحالة يعني الفزع والهالة الموجودة اللي بطمأنهم بس وجود هاني العتال بيطمأنهم لأنه متلامس معهم إنسان مع الموظفين ومع الأعضاء دي حقيقة ولذلك لما حملت المسئولية أنا ما بقولش كلام كده لا أنا بقول كلام لي معنى حملك مسئولية إنك أنت النهاردة من أعضاء الجامعة العمومية داخل نادي زمالك عليك أنك ترسم خط بياني سليم لمصلحة نادي زمالك أنت رئيس نادي زمالك القادم والكل ينتظر هذا يبقى عليك أنك أنت تتحمل هذه المسئولية وتقوم بها على أكمل وجه قدام ربنا في الأول قدام الأعضاء طب الحالة بتقول الهالة عن الموظفين من إيه؟ يعني أنت من حديث مجموعة رجال الأعمال إنه سيتم العصف بالموظفين وإنه عدد الثلاث موظف دول عدد كبير جدا وإنه لابد من تصفية الموظفين واستبعاد لأنه نادي لهم بيقولون النادي زمالك مش محتاج أكثر من ألف ألف ومثلين موظف طب الألف وثلاث مهن هنوديهم فيين؟ فالموظفين في حالة هلع أنت بتتكلم في عائلات وبيوت أسر وستخرجت أوضحها أعضاء كانت موجودة في نادي زمالك والنهاردة أنت جايت تصفي حسابات لأنك كانت تنتمي إلى هذا أو ذلك ده كلام مش مصبوط نحن النهاردة طالما تبوعت هذا المكان أنت أرب هذه الأسرة وأنت مسؤول عنها قدام ربنا وقدام الجماعة العمومية ككل ففكرة أنك تصفي حسابات أو أجندة انتقامية لك من موظف أو من نعود ده كلام مرفوض تماما وغير مقبول